محمد صلاح كيف تتابع أداء ليفر بول مع مديره الفني الجديد؟ أحب طريقة لعب ليفر بول وأتذكر أول ما رأيت محمد صلاح حينما رأيته مع منتخب المصر مع بوب رادلي كنت أتحدث دائما مع بوب رادلي عن هذا اللاعب الرائع الصغير الذي يعرف طريقه جيدا ولديه طريقة مميزة في اللاعب بالطبع أن أرى محمد صلاح تطور على مر السنين فكانت هذه فرصة رائعة لأنه على صلة رائعة ببرادلي وخصوصا حينما واجهته مع ليفر بول لم يكن القمر سهلا حينما واجه أفضل لعب محمد صلاح هو لعب رائع فريق رائع أعتقد أنري سلاح حتى الآن قد أداء مذهلة مع الفريق أنا أيضا قد ربت دومينيك سوبسلاي من قبل أعتقد أن يوجد الكثير من اللاعبين الذين التحقوا بليفر بول وقد شكلوا فريقه رائع ياله من ناد رائع وياله من مكان رائع لمحمد صلاح أعتقد أن محمد صلاح قد حاجة نفسي مكانا أن يكون أسطورة من أساطير ليفر بول عبر التاريخ علي تحالي أنا من أشد المعجبين بالمدير الفني الأمريكي بوب برادلي أنقل له تحياتي من فضلك إذا كنت مستر جيسي تعطي نصيحة لمحمد صلاح بالاستمرار ليفر بول أو قبوله أي عرض من نادي آخر ما هي نصيحتك لمحمد صلاح؟ هو محمد صلاح لا يزال شاباً حسناً هو لا يزال أعتقد أنه أمام الفرصة أن يبقى في ليفر بول ولكن حتى لو انتقلت حتى لو نظرت في الشرق الأوسط سترى كم هي شخصية محمد صلاح مؤثرة وشخصية كبيرة فبالتالي أعتقد أنه ستكون فرصة رائعة لمحمد صلاح إذا اعتزل في مصر ولكن ولكنه لا زال هو شخصية كبيرة شخصية عظيمة في مصر هو نموذج يحتذى به هو لعب عالمي أعتقد أن محمد صلاح هو شخص متواضع شخص رائع جداً على المستوى الإنساني وعلى مستوى كوني كلعب فأعتقد أنه قرار رائع أن يستمر مع ليفر بول نعم